بدون راية وطنية وبتجهيزات محطمة استقبلنا المركب الرياضي لحي 712 ببلدية بريكا وضعية كارثية لمرفق شباني بحي يفوق تعداده الـ 25 ألف ساكن فتح من 2002 الآن 2015 مرفق ما زادوه فيه مكان والو لا إينارة لا منشاطات ولا دنارها ضائعة الناس عدت رياح تحت الحيوط الإدارة متسيبة مكلا مدير لموظفين مكان والو المرفق الوحيد الصالح للاستغلال هو هذا الملعب الصغير الذي استفاد منه شباب الحي مؤخرا إلا أنه لم يسلم من النقائص هو الآخر العدد تعلمون خارطين هنا بلاك راح يتجاوز 5 ألف منخارط إذا كان الملعب هذا في 20 على 40 متر يهز 5 ألف منخارط ولا أكثر مكان حتى مش المطلب انتعنا ندوره على مدير الشباب ورياضي يجي لهنا يجي يشوف بعينيه لكان المركب هذا رام هي وعاجبه أخويا برك الله فيه قابلينه ولكانه مش عاجبه يخدمه الوجه رب العالمين الوجه رب يرى الولاد راه مش لنا رئيس البلدية من جهته وفي رد للشروق حمل المسئولية لمديرية الشباب والرياضة عن الوضعية الكارثية للمركب الرياضي عندهم إطاراتهم وعندهم عمالهم وعندهم كل شيء لهم يرام يتبعوا احنا ما عندناش الدخل في الشباب والرياضة ما عنديش في القطاع تاع الشباب والرياضة مع نهاية الموسم الدراسي هذه هي حال المتنفس الوحيد لشباب الحي فيترى أين سيقضون أوقات فراغهم